ماذا بها أولئك؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة بهذه المشاهد التي رأيناها وكأنه يقاتل أو يواجه قوة عظمى حجم الدمار في قطاع غزة يعادل حجم الدمار الذي تحتته ثلاث قنابل نووية كالتي ألقيت على هيروشيما ونقزاكي السؤال لماذا كل هذا الحجم من العنف والقصوة في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة؟ هو في الأساس لأن دولة الاحتلال بنيت على مجموعة واسعة جدا من الفضائع والجرائم منذ التأسيس يعني عندما تم تأسيس شيء اسمه دولة إسرائيل قامت على مجموعة واسعة جدا من المذابح والفضائع التي أرادت من خلالها ضمن استراتيجية مرسومة مسبقا وبالتواطئ مع دولة الاستعمار السابقة أو ما كان يسمى دولة الانتداب التي زودتهم بالسلاح والذخيرة وزودتهم بالتقنيات اللازمة في ذلك الوقت من خلال دولة عظمى على اعتبار أن بريطانيا كانت هي الدولة العظمى وبالتالي كانت مسألة ما نقرأ طبعا في الأرشيف السابقة أو في الأرشيفات السابقة التي قالت بأن هذا المخطط كان يشمل كي الوعي الفلسطيني حتى لا يتكرر أي عملية مواجهة أو مقاومة يعني كان هناك الثورة الفلسطينية الكبرى اللي كان جزء منها ضد الاستيطان الصهيوني وضد الاستعمار البريطاني في ذات الوقت الآن دولة الاحتلال مرة أخرى لأي وعي الفلسطينيين لعدم مواجهة الاحتلال لعدم رفع الصوت من الاحتلال لقبول بالاحتلال صحيح صحيح هي عملية مبرمجة يعني إعادة تدوير لما حصل في عام النكبة وما قبله طبعا والآن كل ما نراه الآن الفرق الوحيد فيه بأن ما حصل قبل 75 عاما لم يكن موثقا بالشكل الكافي بصريا ولكنه الآن يوثق من خلال العدسات ونراه على شاشات التلفزة لكن ربما أكثر عنفا لأن حتى عدد الشهداء في ذلك الوقت لم يصل إلى عدد الشهداء حاليا حتى بمركز الحصان الفلسطيني عدد شهداء الثورة الفلسطينية ما قبل 7 أكتوبر حوالي 100 ألف الآن نقترب من أكثر من 30 ألف أي ثلث شهداء فلسطين كلهم استشهدوا في هذه المعركة الآن وهذا لخلق انطباع ضمن رؤية استراتيجية بأن دولة الاحتلال قادرة على إحداث الدمار مهما كانت السبل والاعتراضات ومهما كانت قوة المقاومة في الاتجاه الآخر طبعا كل هذا الكلام بعد أكثر من أربع شهور أو ما يقارب الأربع شهور واضح أنه يتساقط بشكل يومي يعني لم تتوقع دولة الاحتلال أن يكون هناك مقاومة عنيفة صلبة قوية تفهم الدور الوطني الملقى على عاتقها ولهذا كانت هناك العديد من العمليات الانتقامية الواسعة جدا كما قلت كانت توازي في حقيقة الأمر استخدام قنابل نووية وكانت أوسع من ذلك يعني القنابل النووية تم إلقاءها دون وجود أي نوع من الاحتلالات المباشرة لكن في العمليات التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة هي عمليات ممنهجة وكاملة ولهذا وجدنا بأن محكمة العدل الدولية خلصت أن هناك شعبها كبيرة في عمليات الإبادة والتي تعتبر أم الجرائب يعني إسرائيل الآن في قطاع غزة ترتكب أم الجرائم ويبدو بأن هناك محاكم دولية أخرى مثل المحكمة الفيدرالية في كاليفونيا قبل يومين صادقت على نفس المعنى الذي أصدرته محكمة العدل الدولية وقالت بأن هناك يعني آراء معقولة جدا بأن ما يرتكب إبادة جماعية ما تأثيره فعلا على أحلام الشباب الفلسطيني الذي حتى بتقارير اليونسكو قبل سنوات كان الأعلى تعليما على مستوى العام حيث لا أمية بين الشعب الفلسطيني فلما يستهدف بل بيمعن الاحتلال الإسرائيلي بتدمير البنية التعليمية التحتية للفلسطينيين في غزة طبعا برنامج شامل لدى دولة الاحتلال بأن تعيد غزة إلى نقطة الصفر بمعنى آخر بأنها لا تريد أن يشعر أي فلسطيني في قطاع غزة أن قطاع غزة قابل للحياة يعني أولا دمر بشكل منهجي البيوت التي يسكنها الناس ودمر بشكل منهجي التعليم والمدارس يعني الأجهزة التعليمية والمؤسسات التعليمية وبالتالي قتل الأحلام بالنسبة لقطاع واسع جدا نحن نعرف أن هناك يعني مئات الآلاف من الطلاب الذين يذهبون للمدارسهم وجامعاتهم وهم علماء المستقبل بالمناسبة ويبدو بأن هذه الخطة أو هذه المنهجية تريد أن تؤخر تقدم أي تقدم يحصل في المستقبل أن تكون هناك أزمات تتوالد مع ذاتها من خلال حرمان الناس من عمليات التفكير المنهجية والأساسية لأننا نعرف أن المؤسسات الأكاديمية الجامعات على وجه التحديد تقود تطوير القطاع الصحي لأن هناك كليات طب وهناك كليات تمريد وكليات قبالة وهذه دمرت كاملة المختبرات والتي تضخ يعني عدد كبير جدا من العاملين في القطاع الصحي وهذا مهم جدا لأنه تدمير القطاع الصحي معناته تدمير عدد هائل جدا من الأسر من الأمهات الحوامل وإلى آخر يعني هناك طيف واسع من الجرائم والفضائع التي ترتكب من خلال استهداف المؤسسات التعليمية يعني تستهدف مؤسسة التعليم يعني أنت تستهدف فعليا جيل المستقبل هذا أولا وجيل العلماء والجيل القادر على إعادة النهضة يعني التخطيط والهندسة إعادة البناء في التخطيط والهندسة وإعادة البنية التحتية هو بحاجة فعليا لكادر الجامعات فهذا سيصعب الحياة في قطاع غزة الهدنة التي يتم الحديث عنها مصادر إعلامية نقلت عن محمد نزال قيادة في حماس أن أولوية حماس الآن تتمثل في وقف العدوان وخروج الاحتلال من قطاع غزة وإيواء النازحين إلى أي مدى يمثل ذلك موقفا لحماس؟ يعني هو الموقف الجديد القديم يعني هو من بداية الأحداث لم يكن هناك نقاش لدى المقاومة سوى موضوع وقف إطلاق النار ثم يتم الحديث عن بقية التفاصيل ربما أسمح لي أنا أصيغ سؤالي بشكل أدق إلى أي مدى يمثل موقفا جديدا الحديث الآن لم يعد البدء بوقف إطلاق النار بدأ الحديث الآن يتمحور حول وقف القتال وصولا لوقف إطلاق النار هناك معطيات دائما لها علاقة بتعدد الأطراف التي تجلس على طاولة المفاوضات نحن نعرف الآن أن الدائرة توسعت على تبارى أن الجلسة الأخيرة كانت في باريس وبالتالي تشعر بأن عديد من الدول بدأت الدخول على خط المفاوضات الآن التلميحات التي تأتي على ما أعتقد من طرف المقاومة هي تأتي من باب إشعار الأطراف المنخرطة في عملية التفاوض بأن المشكلة ليست لدى الاحتلال ليست لدى المقاومة اليوم في بعض الصحف الإسرائيلية كان يتم الحديث عن أن نيتنياهو يتمنى أن يقوم السنوار بتفجير عملية المفاوضات لأن أي تفجير لعملية المفاوضات هو خيط نجا لنيتنياهو ومد لحبل وجوده في كرسي السلطة أو على كرسي السلطة إذن كل هذه النقاط على ما أعتقد والحديث فيها هي بالنسبة للمقاومة جزء من عملية التفاوض التي أخشى ما أخشى أنها تمثل طرفي نقيض لأنه واضح أن نيتنياهو وحكومة الحرب تتحدث وخصوصا وزير دفاع دولة الاحتلال يتحدث بشكل شوفيني عن موضوع يعني عدم وقف الحرب أو وقف القتال أو الحديث عن إطلاق النار الوقف الإسرائيلي يتحدث عن استمرار بقاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل قوات برية على الأرض نعم ستة أسابيع قابلة للتجديد الإفراج عن كل الأثر الإسرائيليين الحرب يمكن أن تعود مرة أخرى هل يمكن أن تقبل المقاومة بهذه الشروع؟ أبدا أبدا في ذلك وكأنهم يعطون انتصارا كاملا لنيتنياهو على وجه التحديد وأنا لا أعتقد أن المقاومة في وارد أن تدخل في هذه التفاصيل من حيث الأساس لأن المقاومة أيضا يعني صمدت ما صمدته في النهاية يجب أن تكون المفاوضات ونتائجها على قدر الصمود والأثمان المرتفعة جدا التي دفعت من تضحيات الناس على الأرض وبالتالي لا أعتقد أن المقاومة ستستخدم أي تخفيف لهذه الشروط لأنه من حيث المبدأ كل ما طالت أمد الحرب كل ما كان توقع النتائج أن تكون في صالح المقاومة بتوقعك ما هو الشرط الذي لا يمكن المفاوضات أن تنتهي فيه إلى هدنة إذا لم يتحقق من وجهة النظر الفلسطيني من وجهة نظر حماس أنا أعتقد أولا خروج قوات الاحتلال كاملة خارج قطاع غزة كاملة يعني ليس هناك منطقة عازلة كما يتمنى يعني الاحتلال أن لا يكون هناك أي عملية للهدن المؤقتة وإنما هو وقف دائم بغض النظر سواء سمينا وقف دائم دعنا نقضى واحدة واحدة يعني أنت وضعت الأولوية الآن هي الانسحاب الكامل طيب إذا بقي الاحتلال الإسرائيلي ما الذي سيمنع الاحتلال الإسرائيلي إذا كان متواجدا على الأرض من استمرار استهداف الفلسطينيين هذا ما أقوله خروج قوات الاحتلال معناته السماح للناس بالعودة نسبيا إلى طبيعة حياتها يعني خصوصا في مناطق الشمال والوسط عودة النازحين إلى بيوتهم معناته عودة الحياة حتى الآن التقارير الإسرائيلي تتحدث عن عودة مقاتلين على وجه التحديد بالألف يعني آخر تقرير إسرائيلي قرأته قبل أن أدئ إلى الستوديو كان يقول بأن على الرغم من قدرتنا على تفكيك بعض كتائب المقاومة لأن آلافا من المقاتلين الآن يسيطرون على شمالي قطاع غزة ويوجهون الضربات لفلول قوات الاحتلال المتواجدة هناك أو التي تمر من المنطقة بالتالي الأولويات خروج القوات لإعادة الناس تمام وبالتالي يصبح من السهل أن تتحدث عن عمليات وقف إطلاق النار أو وقف العمليات يعني الخطوة الأولى هي خروج الاحتلال نهائيا طبعا لأن بنيامين نتنياهو يتحدث عن أن القوات التي ستبقى في قطاع غزة حسب تصوره يجب أن يكون لديها تغطية جوية بالرقابة مما سيعني أنه سيبقى مسيطرا على أجواء غزة بأكملها فمثل هذا الشرط هل يمكن تحمل من قبل المقاومة؟ أبدا أبدا لا يمكن تحمل أولا وبالتالي سيشجع نتنياهو على تعزيز موقعه والتفاوض وبالتالي وكأنه يبيع نصرا لجمهوره الانتخابي وبالمناسبة بدأت الأمور حتى بالنسبة لاستطلاعات الرأي تعطي جانس أقل مما أعطته قبل أسبوعين وبدليل أن استراتيجية نتنياهو بالنسبة للتشدد بعدم خروج القوات بعدم الاستجابة لوقف إطلاق النار وتخليص موضوع أو إنهاء موضوع الرهائن أو الأسرة هذا يعطيه رصيدا انتخابيا فإذا لما لا يكمل في نفس الاستراتيجية يبدو أنها استراتيجية ناجحة ولكن أعتقد بأن المقاومة تفكر بطريقة استراتيجية مختلفة في هذا السياق القناة الثاني عشر الإسرائيلية قالت إن قادة الجيش والأجهزة الأمنية سيستقيلون من مناصبهم لحظة انتهاء الحرب على قطاع غزة كيف تقرأ هذا التصريح؟ هو بسيط جدا لأن التوقعات كانت من الأيام الأولى للحرب بأن كل الطاقم القديم سيذهب إلى البيت حتى يخضع للإستجوابات والتحقيقات وهذا الخوف الحقيقي لنتنياهو كما نعرف الآن أصبحت لعبة مفضوحة بأن نتنياهو سيخضع العمليات تحقيق مستمرة يعني مثل قادة الجيش؟ طبعا على الأغلب بأن قيادة الجيش ستحمل المسؤولية الكاملة لأن التقديرات النهائية لاتخاذ القرار السياسي في وقف ما حصل في 7 أكتوبر بالنهاية يأتي في النقطة الأولى لنتنياهو وليس لأحد غيره الآن إسرائيليا هناك نقاش كما نقلت هيئة البثة الإسرائيلية بين نتنياهو ومدير مكتبه السابق حول كيفية تحييد المعارضة من اليمين لصفقة الرهائن سموتريتش وبنكفير يعلنان معارضتهما لأي صفقة ويعلنان أنهما سينسحبان إلى أي مدى تعتقد بأن بن يمين نتنياهو ما زال يريد سموتريتش وبنكفير إلى صفه ولا يريد استبدالهما بأي وزراء من المعارضة التي أعرضها يئير لبيت قبل أيام كما بما يسمى بحزام أمان إذا استقل الوزراء المتطرفة الضمانة الأكيدة لابتعاد نتنياهو عن التحقيق وذهابه إلى السجن هم سموتريتش وبنكفير وليس وزراء لبيتش وليس الوزراء الآخرين باستثناء حالة واحدة هو أن يكون الأمريكيين معنيين بخروج هؤلاء من الحكومة وأنا لا أعتقد أن الأمريكيين في وارد التفكير في هذا الموضوع هم يريدون نتنياهو لأنهم يريدون الحرب وهم يريدون لنيتنياهو أن يحقق نصراً من أي نوع كان وبالتالي وجود هؤلاء غلات اليمينيين في حكومته يوفر له حزام الأمان يعني يبقى هو محمياً بوجودهم وليس بجانس وليس بصاعر أو آيزينكوت وبالتالي لا أعتقد أنه سيتخلى عنهم في أي نقطة ولهذا يحاول أن يشدد أو يتشدد في شروط المفاوضات حتى يكون هؤلاء الأشخاص أو الوزراء موجودين معه على الطاولة كحماية وضمانة لمستقبله السياسي دكتور نياد هناك من يشكك أصلاً بأن هؤلاء منفصلون عن بن يمين نتنياهو هناك من يقول أن بن يمين نتنياهو أصلاً ينسق مع هؤلاء لتبادل الأدوار ليقولوا ما بنيته ولكن لا يستطيع البوح به نعم لأنه رئيس وزراء في نهاية الموضوع ويؤخذ على هؤلاء أنهم عشوائيون أنهم ارتجاليون أنهم يعني متشددون يعني أو زعران سياسيون تستطيع أن تسميهم بهذا المنطق ولهذا لا يلومهم أي أحد في العالم حتى يعني كل العالم ينظر إليهم على اعتبار أنهم مراهقين سياسيين الآن نتنياهو يعتمد على هذا الكلام ليصدر كل هذه التصريحات التي يقومون بتصديرها تقريباً بشكل يومي حتى يقول لن أغادر مقعدي لأنني محكوم بهذه العصابة السياسية التي تقيد كل حركة وكل قرار أريد اتخاذه في المجال السياسي يعني هو يستخدمهم للتشدد في أي صفقة قادمة خطعاً الأمريكيون إلى أي مدى يمكن أن يكون ضغطهم بدوافع أمريكية تتعلق بالانتخابات الأمريكية وتتعلق أيضاً بالشرق الأوسط وعدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع الصراع يبدو أن الولايات المتحدة بعد أن قررت أن تضرب اليمن أن تضرب الحوثيين يعني قررت وإن بدت حذرة في ذلك بتوسيع رقعة الصراع يعني نحن نعرف الآن بأن الأمريكيين شركاء فيما يحصل في قطاع غزة شركاء بكل التفاصيل يعني في القتل وفي الأمن وفي العسكر وفي القرار السياسي أنا يعني أكاد أجزم لو أن الأمريكيين لا يريدون للنثنياه أن يستمر لأمروا رجلهم في مجلس الحرب أو رجليهم في مجلس الحرب بالاستقالة وبالتالي إسقاط هذه الحكومة يعني منذ أشهر لكن واضح أنهم بالرغم من أن هؤلاء الشركاء جانس وآيزين كوت يتحدثون بصوت عالي جداً عن معارضتهم حتى لقرارات مجلس الحرب ويثيرون الخلاف ويثيرون الجدال تقريباً بشكل شبه يومي إلا أنهم لا زالوا موجودين في هذه الحكومة بدليل بأن الأمريكيين لم يعطوهم الضوء الأخضر بالانسحاب يعني لأن كل المسارات والاتجاهات تقول أنهم في اتجاهين متعارضين إذن ما هو السر في بقاءهم؟ يعني طالما أن بني جانس وآيزين كوت يخرج في المظاهرات ليعترض على قرارات مجلس الحرب هذه مسألة فيها نوع من الاستسخاف والاستهبال السياسي وبالتالي أنا أعتقد أن الأمريكيين يريدون رجلهم في مجلس الحرب أو رجالهم في مجلس الحرب ويريدون لنيتنياهو أن يستمر وفي المقابل هل يمكن استخدام الضغط الأمريكي على المستوطنين بفرض عقوبات على أربع شخصيات فقط كربما مؤشر على أن الولايات المتحدة تستطيع الضغط على الحكومة وأن لم يكن بحجم فقط عقوبات على أربعة شخصيات فقط هذه من أسخف عمليات التضليل السياسي التي تمارس يعني كلعبة علاقات عامة أمام العالم ولكن ضد الفلسطينيين بالدرجة الأولى لأن الاستيطان كله يعتبر جريمة حرب مستمرة المستوطنون جميعهم يعتبرون مجرمي حرب وبالتالي تقديم العقوبات ضد بعض المتطرفين أو من غلات المستوطنين وكأنه يقول بأن هناك مستوطن جيد وهناك مستوطن سيء وهذا بحد ذات عملية التضليل وفيها تسخيف واستغباء يعني المسألة الأخرى من هو الذي يحمي هؤلاء المستوطنين هذا يحمي هذا مستوطن جيش الاحتلال الإدارة المدنية التي تعطيهم وزارة الأمن الداخلي بنكفير الذي يزودهم بالسلاح والتدريب وهو سلاح أمريكي بالمناسبة يعني تم المصابق عليه بعد 7 أكتوبر وكل ما يزود لهم في هذه الأوقات هو أسلحة شخصية لكن ترقى إلى أسلحة هجومية يعني ليست كالأسلحة المعروفة والتي يحملها حتى جنود الاحتلال وبالتالي هذا أنا أعتقد أنه فيه عملية تضليل وتسخيف لما يجري من تطهير عرقي في الضفة الغربية الآن هناك عمليات واسعة من التطهير العرقي يقودها آلاف المستوطنين يعني لا يقودها أربع مستوطنين أو عشرة أو عشرين وتحدث ليس أمام أعين الجيش وإما ما بتصريح من الجيش وبحماية منه وبالتالي هذا يعني وهذا هل يأتي في مخطط لتهجير الفلسطينيين من الضفة والقطاع من المخطط متكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم في فلسطيني الطاريخية طبعا الأساس في كل هذه الرؤية وفي كل ما يجري هو تهجير الناس بما يسمى التهجير الطوعي أو التهجير القصري لكن بأدوات قصرية كل ما يجري لا أعتقد أنه يبتعد قيدة أنملة عن مخطط التهجير هم يريدون في كل الحالات لأن مؤتمر السيطان الذي عقد في القدس المحتلة قبل أسبوع من الآن حضره ثلاثين عضو كنيسة ووزير في دولة الاحتلال وبالتالي لم نجد أي استنكار أو بيان رسمي من الإدارة الأمريكية يستنكر ذلك باستثناء بعض الإشارات اللطيفة يعني خوفا على مشاعر سموتريتش وبنكبير إذن الإدارة الأمريكية تراقب هذه الأحداث وتتفق يبدو بالمدى البعيد مع ما يطرح أعضاء الكنيسة الإسرائيليين وأعضاء مجلس الحرب أو أعضاء الحكومة الإسرائيلية إذن التهجير هو أساس والتهجير الآن يدخل بشكل واسع وعلني أكثر من السابق يعني حتى بعد قرارات محكمة العدل الدولية يعني نرى أن هناك انتشار واسع للحديث عن مزيد من الدمار ومزيد من دفع الناس إلى خارج قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة دكتورني هذا المؤلم في هذه المعادلة بأن الأطفال هذه المشاهد التي نراها هؤلاء أيضا يدفعوا ثمنا باهضا في معاناتهم في حياتهم في دمار بيوتهم إلى أي مدى تعتقد أن هؤلاء يدخلوا في حسابات أي هدنة قادمة ويدخلوا أيضا في حسابات النصر والهزيمة لأن صمود هؤلاء هو نصر أيضا هو في الأساس صمودهم الذي يؤسس عليه أي حساب للانتصارات مهما كانت سواء الانتصارات الحالية لأن الصمود بحد ذاته هو انتصار أو هندسة الانتصار المستقبلي أيضا يعتمد على صمودهم الذي يعطي رصيد واسع جدا وكبير حقيقة لأي تفكير في أي إنجاز على سبيل المثال لو شعرنا أن هناك أي عملية تمرد أي عملية يعني اهتزاز في صفوف هؤلاء الناس لما كانت الأمور كما نراها الآن و لكنهم يتألمون هذا الألم هو في الأساس في الأساس أنا حقيقة بالرغم من الحزن العميق الذي يشعر به يعني كل شخص فينا إلا أنه كله صنيعة الاحتلال يعني هذا يعني الاحتلال يقاتل بالمدنيين و يدمي المدنيين و يؤذي المدنيين بالدرجة الأولى وهو يعرف بأن هؤلاء عندما يدفعون ثمنا فهو يقوم فقط فقط كل ما يقوم به هو عملية استراتيجية حرب الجبناء حرب الجبناء هو أن يدفع المدنيين أكبر ثمن ممكن لأنه لا يستطيع أن يتقاضى هذا الثمن من المقاومة من المقاومة الذي يواجهه وجها لوجهه من المقاومة الذي يعني يستطيع أن يتقاضى منه ثمنا عاليا جدا و لهذا يلجأ إلى أسلوب التدمير الذي في كل العلوم الإسلامية والعالم يرافق ذلك العالم متواطئ و شريك يعني في أوكرانيا خلال أيام كان حوالي ثلاثة ملايين من الأوكرانيين في أوروبا الغربية الآن على الرغم من تدمير واسع في البورية التحتية في دونياتسك و دونباست لا ما خالي من السكان يعني الأوكرانيون المقاتلون يواجهون الروس على أرض هي ساحة معارك لا هنا لمدنيين يدفعون الثمن أما غزة حتى إن اختاروا فهذا هو ما يريدوا الاحتلال يريدوا ما يهربوا من قطاع غزة صحيح يوم أمام يعني معادلة معقدة جدا في مثل هذا الظرف الذي وضعه الاحتلال بهم هذا صحيح وأنا أعتقد بأن الاحتلال في بداية الأمر يعني هو يعرف بأن هذه الحاضنة العفوية الطبيعية لكل جهود المقاومة لكن في يعني إذا حاولنا أن نتعمق في الأمور أكثر من ذلك هو يحاول أن يترك وعيا مهزوما وعيا لا يستطيع أن يرفع رأسه في المستقبل هذا الوعي المسكون بالأطفال والنساء والشيوخ الضعفاء أصلا هم لا يصلحوا في النهاية لأن يكونوا لهذا يعني وجدت كل المنظمات الدولية والقانون الدولي هذه الفرية التي طالما روجها الغرب على اعتبار أنها قيم غربية ليبرالية يستطيع من خلالها حماية مثل هؤلاء المدنيين لكن الاحتلال لأنه يعني بدأ أصلا بكسر كل هذه القواعد وجد شركاء دوليين هؤلاء الشركاء الدوليين الآن يعني على فضاعة ما يجري لهؤلاء المدنيين المعاناة التي لا تتحملها الجبال إلا أنه يبادر لقطع المساعدات التي لا تصل إليهم أصلا يعني ما يصل من مساعدات إنسانية بسيطة يعني طعام وشراب الآن الولايات المتحدة بريطانيا أستراليا كل هؤلاء الذين تحولوا إلى شركاء حتى يمنعوا هذا النزر اليسير من المساعدات التي قد تصل للناس يعني تعطيهم خيطا من الحياة